السلام عليكم و أهلاً وسهلاً لكل حبيبي اللي في قناة يعلم من المعايات يا رب كده أتمنى بجد أن تكون فيديوهاتي بتاعجبك و تنال أعجابكو يا رب كده دايماً تعالوا بقى نشوف الخبر القريب بتاكده معنا إنعقاد مهرجان سنوي للعراه في اليابان رغم تهديدات كورونا شارك الألاف اليابانيين في مهرجان سنوي للعراه وكي مؤخراً فيه محافظة أوكاياما على الرغم من الطبس البارد والمخاوف من انتشار عدوى فيروس كورونا واتخذ منظم هذا المهرجان التقليدي في اليابان جراءة احتياطية بسبب تفشي الفيروس حيث وفر مواد معقمة ليدان في مدخل المعبد وفي المنطقة المحيطة ويطلق على هذا المهرجان الذي يتسم بالصخب اسم هاداكا ماتسوري ويقام سنوياً في السبت الثالث من فبراير في المعبد ويبلغ عدد المشاركين من الزكور نحو عشر تلاف وهؤلاء ليسوا عراء تماماً بل يرتدون الحد الأدنى من الملابس ويتمثل ذلك فيه مأزر ياباني وجوارب بيضاء ويقرس هذا المهرجان الضخم والصخب لوفرة المحاصيل واستجلاب الرخاء والنماء والخصوبة علاوة على وجود نشاطات مخصصة للفتيان الصغار بهدف المحافظة على الاستمرار مثل هذه التقاليد التي ظهرت منذ 500 سنة طبعاً يا حبيباً قلت الخبر ده لأنه فعلاً خبر غريب جداً سواء اليابانيين أو الصينيين لهم عادات وتقاليد غريبة جداً بصراحة الواحد بيستغرب جداً أول ما بيسمعها وأول ما بيشوفها برضو والله شفت لهم فيديو إمبارح تقريباً أول إمبارح والصينيين هم بيقلوا التعبين والسراصير والعقارب وكماً الوطويت عشان كده فعلاً الفيروس والأمراض كلها بتنتشر عندهم بسهولة جداً وكماً العدوة بتنتقلهم بصورة رهيبة بصراحة يعني كل ده طبعاً لأنهم عندهم عادات وتقاليد غريبة جداً ورغم ذلك برضو عملوا المهرجان ده حاجة غريبة فعلاً